تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطنية رفع فيها إلى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أسماءات التهاني والتبركات بمناسبة فوز فريق مكلارن بالمركز الأول والثاني في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورميلوان للسيارات